كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شراكة عالمية للبنية التحتية الذكية الصديقة للبيئة وقال بايدن في اليوم الثاني من أعمال قمة المناخر منعقدة افتراضيا في واشنطن إن هذه الشراكة الجديدة ستسهم في فتح المجال أمام الكثير من فرص العمل بايدن الذي أكد أن الولايات المتحدة أصبحت قائدة في مجال تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة دعا جميع الدول للاستثمار في جميع التقنيات لحماية البيئة اليوم الختمي لقمة المناخ العالمية ارتدى حلة التكنولوجيا الجديدة وخصص الوقت كاملا لدراسة وبحث سبل الأمثل للاستفادة من التقنيات الجديدة والعلوم الحديثة والحوافز الاقتصادية الملائمة للوصول إلى الهدف المرجو بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وإنقاذ ما أمكن إنقاذه بيئيا الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي خصص اليوم الأول للحديث عن خطة بلاده لخفض الانبعاثات بنسبة تصل لـ 52% حاول في اليوم الثاني حفى المشاركين على إلاء اهتمام خاص لتفعيل الاستثمار العام والخاص في التطوير المناخي كاشفا عن شراكة عالمية للبنية التحتية الذكية الصديقة للبيئة نطلق شراكة عالمية جديدة اليوم للاستثمار في البنى التحتية الذكية هذا سيخلق فرص عمل جديدة هنا في أمريكا ومن خلال الدعم البنى التحتية النظيفة في دول شركة لنا هذه الشراكة المحددة ستكون جيدة للجميع فضلا عن أنها تحمل منافع أخرى من خلال العمل مع بعضنا البعض الرئيس الأمريكي أكد كذلك عودة الولايات المتحدة لتكون السباقة عالميا في الصناعات النظيفة والصديقة للبيئة مؤكدا التطلع للعمل مع روسيا لخفض مستويات ثاني أكسيد الكربون تفاقمت قضية طرد الدبلوماسيين الروس من دول أوروبية الجديد تضامن دول البلطيق إستونيا واللاتفيا والليتوانيا مع تشيكيا التي تواجه أزمة مع روسيا على خلفية تفجير مستودع ذخيرة اتهمت موسكو بالوقوف وراء عام 2014 تجمع الدول الغربية على أن الدبلوماسيين الروس يمارسون أنشطة تجسسية مقابل دفع ريشل لضباط ومسؤولين في مواقع أمنية وعسكرية كما دخلت بولندا على خط الأزمة بطردها ثلاثة الدبلوماسيين الروس متورطين بأنشطة تضر بالدولة قابلتها موسكو بقرار مماثل كانت فلندا والنرويج وبولغاريا وإيطاليا والنمسا وهولندا وسلوفاكيا كلها قد طردت دبلوماسيين الروس ضالعين بعمليات التجسس وتهديد للأمن القومي لكل هذه الدول رغم احتجاج موسكو على طرد دبلوماسيها لكن تورطها في محاولة اغتيار الجاسوس السابق سرغي سكريبال في بريطانيا دقت ناقوس الخطر في أوروبا كانت الولايات المتحدة من أبرز الدول التي قررت طرد دبلوماسيين روس ضالعين بأنشطة تهدد أمن البلاد وردت عليها موسكو بطرد دبلوماسيين أمريكيين فضلا عن ملف التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الذي واجهته واشنطن بسيل من العقوبات الاقتصادية نضم إلينا عبر سكايب من واشنطن باتريك تاكر محرر شؤون التكنولوجية في موقع ديفينس وون وديفينس وون ومن واشنطن أليس هيل كبيرة الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية مرحبا بكما ضيفي الكريمين لنعود قليلا إلى الوراء ونتحدث عن مستوى التفاعل مع التكنولوجيا الآن عندما نتحدث عن يوم ثاني لقمة المناخ والحاجة إلى التكنولوجيا أيضا في الضبط الأمني سيد باتريك إلى أي حد المسألة ملحة نعم إدارة بايدن اليوم أبرزت ضمن قمة المناخ عدة تكنولوجيات إبداعية ستكون ضررية للوفاء بأهدافها الطموحة فيما يتعلق بخفض نصف الإمبعاثات في السنوات القادمة عندما نتحدث عن دور تكنولوجيا لأنه دور واسع وعريض لتحسين الإلكترونيات التي نستخدمها وربما لا نراحظها إلى تكنولوجيات لمراقبة كيف الشركات والبنية التحتية تستخدم الطاقة لتكون بشكل أفضل كفاءة وأيضا الاستخدامات الجديدة للهايدروجين للدفع وأيضا وقود الانشطاري وأيضا الاختراق في الطاقة الشمسية وهكذا إذن هناك إمكانيات لتخفيض الكربون واحتجازه وتخزينه البعض من هذه التكنولوجيا تقترب من الواقع البعض لا زال بعيدا هناك أيضا التكنولوجيا النووية وكل هذه التكنولوجيا تواجه تحديات ولديها مساوئ ومحاسن للإدارة هل يمكن أن يقاس الأمر بمقياس زمني ويمكن أن يرتبط بمستوى التعاون السياسي أو طبيعة العلاقة السياسية سيدة أليس حتى يصل العالم في 2030 على الأقل القريبة إلى الخفض الذي التزمت به الدول في القمة يوم أمس بالطبع بالطبع هناك اتفاقية باريس وهو اتفاق طوعي يطلب من الدول أن توفي بوعودها مساهماتها المحددة وطنية الرئيس بايتن تحدث عن ذلك وهو يريد زيادة الطموحات ليس فقط من الولايات المتحدة بل من الدول الأخرى للوفاء بهذا المعاد القريب الأجل بخفض الانبعاثات بالنصف بحلول 2030 حتى نتفادى احترار الأرض في المستقبل سيد باتريك ما المعيار أو الضامن الذي يمكن أن يجعل العالم يثق في أن سرعة الذهاب أو التحول إلى طاقة نظيفة إلى تكنولوجيات مساعدة لهذه الطاقة النظيفة لن تكون أكثر استهلاكاً مما كان متوقعاً يعني عملية التسريع نفسها يتحدث البعض على أنها قد تكون أكثر استهلاكاً وأكثر سبباً في إطلاق الانبعاثات الغازية يعتبد الأمر على عدة عوامل اقتصادية ولهذا الأمر يمكن أن تكون شائكة إلا خفضنا سعر الطاقة من الطاقة المتجددة وأيضاً الألواح الشمسية وجعلها يمكن وضعها في كثير من المنشآت وأن الطاقة المستقاة منها هي على أقل أسعارها تساول الأسعار الأخرى سيكون لديك حالة إقتصادية جيدة وهذا هو النمط السائل منذ فترة طويلة في عام 2009 أتذكر أن أدارة بوش كانت تطلق مشروعات تجريبية في الهيدروجين وتخزين الكربون وكانت هذه الأمور طموحة أكثر من لازم الآن هذه الأمور أكثر واقعية فإذا جمعت كل هذه التكنولوجيات المختلفة والإبداعات معاً سيكون لديك إحساس عريض لماذا يشعر الناس أنه من ناحية الاقتصادية ولك تفاؤل لإمكانية إطلاق هذه التكنولوجيات على المدى القريب لأننا جمعنا كل العوامل التي يمكن أن تؤدي لتحقيق هذه الأهداف ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد معارضة سياسية ليس فقط عالمياً بل في الولايات المتحدة ضمن بعض الناس في الولايات المتحدة الذين يستفادوا من استهلاك الوقود الإحفوري ويمكن أن تقول نفس الشيء على السعودية وروسيا ودول الشرق الأوسط وبالتالي هذه أهداف طموحة ومن الصعب إدارتها ولكن في نفس الوقت إدارة بايدن هي تفكر في استخدام الطاقة النووية أيضاً ضمن هذا الإطار والبعض يقول أن هذا أساسي إذا كنت تريد تحقيق الأهداف المرجوة لكن بعدما حدث في اليابان في هيروشيما في 2012 الطاقة النووية لا تحظى بالنفس الشعبية التي كانت لديها في الماضي وعليها وعليها جانب أيضاً يتعلق بها جانب متعلق حتى بمستوى ثقة في الأنظمة السياسية واستقرار البلدان إلى آخر ذلك دعني أسأل هنا سيدة أليس هل يعني الخلاف السياسي في انعكاساته قد يؤدي إلى مستوى من عدم الثقة الآن إدارة أمريكية تقول نحن سنلتزم كل هذه الاتزامات مستعدة للمضيق ودما سننفق كل هذه الأموال الطائرة لتحول إلى الطاقة النظيفة ربما تأتي إدارة جمهورية لاحقة مثلاً أقول على سبيل المثال وتقول سنوقف كل ذلك هذه ليست سياستنا نعم هناك قدر كبير من تشكك حول قدرة الولايات المتحدة بأن توفي بهذه الوعود خاصة بعد السنوات الأربع الماضية حيث انسحب الرئيس ترامب من تفاقية باريس وقلب الأمور تماماً فيما تعلق بسياسة الولايات المتحدة حول تغير ملاخ الآن نحن قلبنا الأمور مرة أخرى مع الرئيس بايدن ولكن هناك عدة خلافات بين سنوات أوباما والآن ومنها الاهتمام من القطاع الخاص في رؤية سبيل للتعامل مع الانبعاثات والطريقة التي لم نراها من قبل هناك مؤسسات متعددة الأطراف كبيرة ومؤسسات كبرى تأتي الآن لابد أن نقوم بعمل أفضل حول المناخ رأينا مجموعات الشباب تحتج وتصر على أن يتحرك الأمام للعالم فيما يتعلق بالتغير المناخي والأسف رأينا أيضاً في السنوات الأخيرة قدر كبير من تأثير حول العالم يتسبب في أضرار كبيرة هذه التأثيرات كنظر عليها في الماضي على أنها ستحدث في المستقبل البعيد ولكن في العام الماضي رأينا أكثر من 200 مليار دولار خسائر و95 مليار حدثت في الولايات المتحدة بسبب تغير المناخ إذن السياسة تتغير وتتغير بسرعة وهي تقف إلى جانب مقاربة الرئيس بايدن حول تغير المناخ سيد باتريك الملايين سيخسرون وظائفهم وفي فترة قصيرة جداً وربما يحتاج الأمر إلى سنوات قبل أن يستعيد هؤلاء وظائفهم أو أن تخلق وظائف تناسبهم في إطار هذا التحول التكنولوجي فأي سياسة بإمكانها تمتص ذلك؟ أعتقد أن التعطيل أو التراب الاقتصادي كنتيجة من الابتعاد عن مصادر الطاقة هو أمر لا يمكن لهم أي إدارة حوله الفحم لم يعد له شعبية وهو بسبب أنه الآن أسعار الطاقة الشمسية والأشكال الأخرى من الطاقة بما فيه الغاز الطبيعي أرخص كثيراً من الفحم وبالتالي عندما ننظر إلى التعطيل الاقتصادي قصة للعمالة بسبب الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر هذا ليس لهم لأي دولة أو حكومة السؤال الإجابة هو أنهم من الحصافة لأي دولة أن تبدأ في التخطيط الآن لما سيحدث أنما بعض الاقتصادات لا تعتمد أو أجزاء من الاقتصاد لا تستطيع أن تنتج نفس الوظائف التي كانت موجودة في القبل هذا الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر سيحدث سواء بين أم لا السؤال هو ما الذي يمكن للحكومات أن نفعله لتسهيل تحرك في العمالة باتجاه الاقتصاد الأخضر لأن هذه الوظائف كانت موجودة في أماكن بها تلك المواد كيف نحل ذلك بصناعات جديدة وأنشطة جديدة هذا سؤال كبير وربما أكبر مما تحاول الحكومة أن تفعله سيدة أليس بالنظر إلى الوضعية السياسية الآن عالميا ووضعية واشنطن في علاقتها مع الكثير من العواصم الكبرى أيضا في العالم ينظر قبل قليل كنا نتابع هذا العرض عن التبادل طرد الدبلوماسيين وما شابه ذلك كل ذلك يخلق جوا من التوتر السياسي في موضوعات أخرى لكنه يلقي بظلاله ويؤثر أمنيا وتنسيقيا فيما يتعلق بتبادل التكنولوجيا وتحول إلى عالم أخضر كما وصفه سيد باتريق قبل قليل ليس كذلك العلاقات الإسرائية ومتعدد الأطراف تتأثر بالتوترات مع الدول مثل روسيا والصين ولكن إدارة بايدن تحاول أن تنحي جانبا تلك التوترات بحيث يمكن أن نعمل معا حول أزمة المناخ الصين عبرت عن بعض التشكك في هذا الأمر ولكن الرئيس الصيني تحدث أمام القمة إذن الهدف هو أن ننحي جانبا تلك الأمور ونعمل على المخاطر الكارثية التي تبرز الآن هذه المخاطر تتضر الاقتصاديات عبر الكون كان هناك تقارير بالأمس تقول أن إجمال الجنة المحلي سينخفض بشكل كبير في العقود الثلاثة الماضية إجمال الجنة المحلي العالمي إذا لم نتطرق إلى تلك الانبعاثات وبالتالي مقاربة تلك الدول هي لابد أن نعمل عن هذه المشكلة وننحي جانبا المشاكل الأخرى ونعود إلى العمل بالتركيز على القضايا الأخرى وهي مهمة ولكنها لا تقارن بمثل الانتباه الذي يجب أن نعطيه لتغير المناخ أليس هيل باتريك تاكر من واشنطن شكرا جزيلا لكم